اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيد وزير المالية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عمر ماروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بدنا الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقادي وميكانة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية بما في ذلك التوصيق بمكاتب الشهر العقاري بتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات وفي هذا السياق تم تأكيد على الانتهاء من عدد 361 منفذا جديدا لتقديم خدمات التوصيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق أهل المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المسمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توصيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع وفي إطار استعراض خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية وجه السيد الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاء المتميزين أكاديميا وفنيا من أعضاء الهيئات والجهات القضائية وخلال استعراض عملية رفع كفاءة مباني المحاكم وجه السيد الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أهل المعيير والتصميمات الإنشائية على النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليها